موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اشلونك الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته محمد من قناة عزام موفيار تشكرا فتو جديد وحالة جديدة ومنتابع بحلقتنا الاخيرة بالسلسلة ترجمة الاسبوع الثامن من ريالباس السيزن الرابع وما ضل شي يا شباب لسيزن الخامس ما ضل الوقت شغلت اسبوع بس جبتلكم باذن الله تعالى طريقتين للشحن الريالباس الخامس مجانا وانا عن وعدي ومتل ما وعدكن وان شاء الله ما بخلف وعدي بس انتو كمان تكونوا عن وعدكن لعب شاهدني او مرة يشترك تعملوا لايك شباب كل الفيديوهات المنزلة يعني تعملوا دعم شباب شان تحفزوني اني استمر للافضل باذن الله تعالى وانا بعمكم بستمر يا احلى اصدقاء واحلى شباب طبعا يا شباب اليوم عنا المهمات بعطيك طريقة تخلصن في ساعة واحدة بس ساعة واحدة تخلص مهمات السيزن يعني اسبوع الثامن في ساعة واحدة فقط طبعوا ما ساوي شي انا ما ساوي شي خلصت متين هلا بعطيكم طرق طبعا بعد ما ترجمون كيف تخلصن بساعة واحدة طبعا هالشي بعود حسب شطارتك ولعبك انت اول مهمة شباب قبل ما نبدأ بالاختصارات قبل ما نبدأ شي طبعا انا كده عميت لايك ما يلا ما عميت لايك عميل لايك الله هاتيك العافية انفق عشرين الف عملة عشرين الف من اجربات شباب انفقت يوم الصباح يعني ما يلاقي اسهم منها عشرين الف عشرين الف شباب ما اسهم ليك ما يضل عشرين الف عملية هي فورا بتانفخها و تجيبها. طبعا عنا اربح اس او على او اعلى مرتين في اي وضع. اس طلعت قدامكم. طبعا كيش اربح كيرت طلع قدامكم. هاي شباب عنا هاي التانية. اربح اس. يعني ما في اسهم من هاي شباب كمان. اختيسة طبعا كلهم هلهم بدي مشكلة مع بعض منكم. اقتل اه اقتل خمس اعداء او خمس اشخاص في الرأس. هاي كمان هلا بقالكم اياها ع طريقة جدا خرافية شباب. هلا بقلكم ان شاء الله كله اختصارات. يعني بعد ما نترجمه بنعطيكم عليه اختصارات. اللي ما بفهم شباب بحاول احكي على البطيء. ما نحكي على السريع مشان ما الناس تقول لي يا شباب هيش عبت تحكي على السريع. طيب هون عنا اقتلات اعداء باستخدام المقلاي. اقتلات اعداء باستخدام المقلاي. كمان هي مرتبطة بمهمة تانية كمان بصير خلال يعني ربع ساعة شباب هي بصير مهمة هي بمهمة تانية طبعا هلا بقول لي شباب كلها مع بعض. اضف تات اصدقاء. كمان. اضف تات اصدقاء. اللي هون عندي اربعة انا. دخل لهون. ببتخل على الفرينز. بعدين بترويه شباب. انا هون ضفت طبعا او بضيف هدوه كمان شباب. بقلو شباب. ونضيف هدول كمان. اضف تات اصدقاء هي كمان مهمة ما في نسانية منها شباب. طيب. منتول شباب على البعدة. هي قبل تات اصدقاء. طيب شباب. منتول على البعدة بنشوف. عنا هون يصل للفئة الماسية او اعلى. اصدقاء. صل الى الفئة الماسية او اعلى شباب. الفئة الماسية هي شباب. ماكو شيفين. هدخل هون على الموسم بالعربي والسيزون بالانجليزي. ماكو شيفين شباب. وصلان عن دايموند. دايموند ثري شباب وصلان. ماكو شيفين. هذا هون بس وصلت عليها لحالة تنفزها المهمة. طبعا ما ساوتشي لحالة تنفزت. المهمة بكل سهولة. طيب شباب في عنا هون ايه عليها. طيب عنا هون اهبط على سطح مبنى في شباب المدرسة. يعني مين ما بيعرف شباب المدرسة? بخريطة شباب. بخريطة هاي خريطة هاي خريطة شباب. ننزل على منطقة طبعا الكل شاب بحكيه بطلع صوره قدامكم. مشان تكونوا على بينا وما اتخربوا طبعا. في المهمات ابدا. هون شباب اقتل ثلاث اعداء باستخدام الاوم. في اي وضع. باستخدام الاوم باي وضع شباب هاي هاي المرحلة جدا مهمة ومتعقف بمراحل كتير شباب هاي المرحلة هاي. طبعا شباب الاوم ما بطلع لها بالضروب. ونادرا ما يطلع شباب بخريطة ارينجل. طبعا بس انا هك. بطلع شباب بي بوت كام. بس قليل جدا. بس بطلع بنزل بخريطة ارينجل شباب. وحاق يبدو ربات بطلع لها كل اهم بدا تقتل فيه ثلاث اشخاص كمان. ها هي شباب. طيب هون اصل للنهاية ضمن افضل ثلاث اشخاص ثلاث مرات. صل للنهاي ضمن ثلاث اشخاص ثلاث مرات. يعني اول او اتنين او التالت. الرابع ما مشي حالك ثلاث مرات. في اي وضع. لحالك او مع سكواد او معدوه ما بتفرق شباب. هون اقتل اه اقتل عدوه على مسافة اه ميتين متر ثلاث مرات. هاي شباب اقتل عدوه على مسافة ثلاثين ثلاث مرات على مسافة ميتين متر. طيب شباب خالينا هلا نجي على الاقتصارات. طيب شباب هاي المرحلة بعد ميتين متر. والمقلاي عندك الاوم وبالراس. هادول شباب يعني تضرب اه خمس اعداء بالراس. وتقتل ثلاثة بالاوم. وتقتل ثلاثة في المقلاي. وتقتل ثلاثة على بعد ميتين متر. عفوا. شباب اه بدك تنزل وتحط على ما كل شي فيها اللي هون. بتحط مسلا على هاي اي خريطة اي خريطة بتحط عليها شباب. تحط على اسمات. تحط على اوروبا. اوروبا ما بتحسن. وبتنزل باخر الشي مع بوتات. بش هنتنفذها المهمة. بتنزل اخر الشي مع بوتات. بتحاول يعني ازا كان في حواليك بيت تحاول تروح تاخد بيت يعني تاخد مطاوة او آآ مقلاي شباب. وتضربوا اياها تحتى تعملوا نوك. طبعاً ده تنزل دو او سكواد. ما بتحسن تنزلár. سولو سولو ما بتناعب sandاك سولو. تنزل دو او سكواد. ميمة بيع في دو و سكواد. هي هي دو. هي سكواد وهي سولو ما تنزلر سولو. هي دو وهه Brot. هتنزل بتقفل DieBot. بتنزل دو وتنزل。 سكواد كمان بتقفلسكواد. بتنزع بتنزيل دو او سكواد. بتنزل مع البوتات وبتحاول شباب تضربهم وتحاول طبعا عنه 200 متر تستنى لحتى يكتبوا لك صار عندك واحد كل بتنفذ هالعملية تلات مرة طبعا اذا انت كنت صعيد لحظ ونفذتها بالمقلاي يكون معك مقلاي وتروح وتضربه فيها تعمله نوك وتبعد عنه 200 متر طبعا بتعلم عن خليطه وتبعد عنه 200 متر يعني بتساوي المهمتين بمهمة واحدة بس هي انك تضربه بالمقلاي تقطه بالمقلاي وعنك تعمله عبعد 200 متر بتنحسب لك اتناتهم سوا هدون المهمتين الراهيبات طبعا عنه هون شباب قتل اه كماني هون انا قتل بسلاح الاوم شباب وانا هاي قتل بسلاح الاوم شباب وطلق في الراس خمس مرات هدول شباب بتحاول وقت تصحلك سلاح الاوم حاول جيوه من دروبات حاول تجيب الطلقة بالراس انه هو على الحالتين اذا كون لابس خوزي عشرة بدا تقطله لو خوزي عشرة شباب اذا بتزيب صدره بتقطله اذا كان دروعة ثلاثة بس اذا انت جيبت الاوم حاول تطربطه يعني تجيبه بالراس ومجرد ما انت صامعك اوم اكيد تضل لاخر واحد يعني الاوم ما بطلع الا بدروبات القليلة باخر ثلاث زومات باخر ثلاث زونات شباب بطلع ايوه اكيد بدك تاخد اول او ثاني او ثالث فبذلك انت هوم تجيب اشارة الاس فيمتوا علي هون ترتيب شباب المافهم على عيد الفيديو مشاهم ما ارجع عيد اه لحكي مرة ثانية وطول الفيديو جبت اوم دربت الراس سويت مهمتين مع بعض وبتاخد بنفس المهمة بتاخد حاول تاخد اول وتاني وجبت اس كمان مرتين او مرتين يعني بهاي شباب طيب اشفى عنه هون كمان شباب ضرفتة اصدقائه يناها عندها خلا هون الاوم كون اول ثلاثة طبعا هاي شباب كمان يكون افضل ثلاثة من اول ثلاثة كمان وبده تاخد الاس اجباري بدك تاخد هاي معه شباب اجباري بدك تاخد هاي معه طبعا هو عندك مهمة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس مهمات شباب هدول مرتبطين كلهاتهم بعضهم يعني بتحاول تركز لعبك بساعة وحلية طبعا اللي دي نزل فوق سكول المدرسية بتحسن تنزل فبنا تقتل حالك طلعب بسيارة وتقتل حالك او تضرب حالك ومبلة تنتحر يعني وتقتل حالك وصير فلزلك شباب ان شاء الله انا اقتصدت لكم المهمات كتير كتير وان شاء الله تكون يعني ادي في الفيديو حقه ومنقول لكم الله اعطيكم العافية بالسيزن الرابع وقريبا بازن الله تعالى راح نصير بالسيزن الخامس بازن الله ومت ما وعدكم مت ما قلت لكم ان شاء الله راجبتكم طريقتين لتشحنوا فيها السيزن الخامس مجانة بازن الله تعالى فمعنكم شباب بتعلموا لايك وشاركونا الفيديو اذا انت ومرحب تشاهدني اشتركوا القناة يا اهلا وسهلا فيك احباب قلبي يالله يا شباب اعطيكم على الفيديو لا تسسونا من لايك من دعاكم جميل كما قل محمد تبقى لازم افيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة